ماذا رايك سي مصطفى؟ والله أنا نتجنب قراءة الخط ولا قراءة الكث ننطلق من وقايع ننجيبش نقرأ من خلال هزايا اللي سمى تهدئة فندخ أنه الأبحاث كل منتع القايمة اللي ذكرتها تمت في شبه سرية حتى واحد ما أعلن الوحيد اللي أعلن على أنه بشي يحضر الأبحاث هو الأستاذ محمد الحامدي ثم العبد لله ثم ثلاثة من المشبه رياض الشعيبي وآه من المجموع الأخرين مسمعناش أصلا اللي مشاولي ذا من نجموش نبنيه على والكل آآ بقوا في حد صراح معدها ثم مجموعة أخرى اللي هي في الخارج فإني أعتقد أنا المسر هزايا مش تتضح مازالوا خلابات أكثر من الأسبوع وشوية نهار خمسة عشرين كم لجمعة ستة شهور ومن بعد من خلال إذا كانوا قاعد تمديد لهم أربعة ثم أربعة معناها مثل ما اشتهد فإذا كان نقاع إطلاق صراح وهذا أمر ما في شي معناه مؤشرات كبيرة فإني أنه ما نعتقدش أنه نجمو نبنيه على الاستماعات الأخيرة اللي ثم مؤشرات تهد نحب نواصل معك في نفس النقطة سين مصطفى بن أحمد بهم نعرف أنه ممنوع اليوم التداول الأعلامي فيما يتعلق بقضية التآمر ولكن اللي نجمو نحكيه اليوم عليش اليوم مصطفى بن أحمد مشمول بالقضية بالطبيعة الذي يتهم أنه ينسق الخيام فيه ونحن وعلى زمة القضاء في كل ما نستدعى إليه خلقني نسمع عرية معزعتية ما كنتش حاضر عن البارح في البلاتو حكينا على الموضوع هذي يقول لك مزيل مبكر اليوم إن سيم مصطفى يقول لك ما نجمش نحكي لك اليوم يقول لك فما تهت سياسية ما فما اجتهت سياسية يقول لك لليوم مزيل فما برشة سياسيين في السجن ما زلنا ما نعرفوش مقال القضية متاحهم يقول لك اللي نجم نحكيه على القضية عليش اليوم مصطفى بن أحمد اسمه مجبوط في القضية وتم الاستماع يقول لك عن طريق الحوارات اللي جمعتوا بالناس موجودين اليوم على رأسهم خيامل التركي حوارات فيما يتعلق بالوضع العام في البلات